عن الفن والجمال مع صناع الجمال الفنان التشكيل الكبير الدكتور مصطفى الرزاز نسأل عن النسق الحضاري عن الطابع المصري عن اللمسات الفنية والجداريات والتمثيل العظيمة كل الحاجات دي اتبسحت مع مسح المواد دي من مقرارات التعليم حصص الرسم موجودة؟ لا مش موجودة عن الفنون الجميلة التي برع فيها المصريون ونقلها عنهم الآخرون الحاجات دي مش هويات الحاجات دي تأسيس أخلاقي وتأسيس في البنية الثقافية للشخص وهل يعقل في بلد الحضارة أم الفنون والأثار العظيمة أن تظهر فيها بين الحين والآخر أشكال عجيبة من التمثيل الخالية من الذوق أرى بحزن شديد بحزن شديد جدا ليه بطلنا نعمل تمثيل في الميازين؟ شيخ محمد عبد راح من قاهرة الإسكندرية ومشي في مظاهرة لتأييد التمثال شيخ محمد عبد شيخ محمد عبد حوار جديد مع فنان تشكيلي كبير عن الجمال في شوارعنا وبيوتنا ومدارسنا وعن عودة الذوق والتذوق الفني لحياتنا فقط في حديث العرب من مصر الليلة السابعة مساء على قناة مصر الأولى